سريعا كده يعني انا هقولك بزبط الملخص انه وده تبقى لتصرحات من سيدة المستشارة احمد فاهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية هلبسنا الضربة انه الاتصال تناول اخر مستجدات المفاوضات الجارية الجهود المصرية للتواصل لتهدئة في قطاع غزة وقف لاطلاق النار وتبادل الرهاين وقف اه كما ايضا تم التشديد في هذا الاتصال على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية خد بالك من دي خطورة التصعيد العسكري في رفح المصطلح هنا ايه خطورة التصعيد العسكري في رفح مش اكتياح رفح اكتياح رفح ده هو المصيبة مكتملة الاركان خلاص كده مجرد التصعيد هيؤدي الى ابعاد كارثية للازمة الانسانية المتفاقمة بالقطاع وطبعا هناك تأثيرات على امن واستقرار المنطقة لا تنسى ايضا المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية اكد انه فخامة الرئيس كان يؤكد في هذا الاتصال على ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الانسانية رئيس استعرض الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد واكد الرئيسان فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الامريكي جو بايدن على ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع والتأكيد على اهمية حل الدولتين باعتبره سبيل حقيقي لتحقيق الامن والسلام والاستقرار في المنطقة طبعا خلال هذا الاتصال تم تأكيد الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والولايات المتحدة الامريكية وطبعا مواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون التنائي على شتى الاصعيدة اشتركوا في القناة